أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور المؤسسات البيئية في رفع الوعي المجتمعي تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية بما يحفظ نظام الحياة البيئية للكائنات ويحقق التوازن في بيئاتها المتنوعة جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالدوان الأميري فريق جمعية الإمارات للحياة الفطرية واطلع سموه خلال لقاء على سير العمل ومسجداته في مشروع الحفاظ على البيئة واستعادة الموائل في منطقة البثنة بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق بالتعاون مع بلدية الفجيرة وهيئة الفجيرة للسياحة والأثار والفجيرة للمغامرات وبدعم من الاتحاد للقطارات وتنفيذ جمعية الإمارات للطبيعة حيث يتضمن المشروع عددا من المبادرات المجتمعية والبيئية ومسوحات التنوع البيولوجي التي سجلت أكثر من 200 نوع مختلف في المنطقة بالإضافة إلى دراسة ميدانية للحياة الفطرية واستعادة الموائل اشتركوا في القناة